بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الفتاة الحقيقة تقدم لها قريب لها ليخطوها اقتربوا على الزواج فطلبوا منها البطاقة الشخصية حتى يتم عاقد الزواج فالحقيقة وجد ان سنها 34 سنة فوجئت باتصال من ام خطيبها تقول لها انت هذه البطاقة التي قدمتها صحيحة حقيقة كلمتها بطريقة جافة جدا وجرحت مشاعرها انت بلغت 34 سنة اقتربت على 40 سنة وانت بهذا العمر لن تنجيبي وانا اريد ان ارى احفادي قبل ما مات فانت لا تليقي الحقيقة طبعا هذه طريقة الحقيقة جرحتها جرح شير جدا فالحقيقة ظلت تبكي وتم فسخ الخطوب الحقيقة وظلت هذه الفتاة في حال نفسية صعبة جدا ظلت تبكي ليلة نهار ابوها لما وجدت حالتها بهذا الوضع ماذا فعل حجز لها لحلة عمرة حتى يعني ايه يرفع عنها وذهبت العمرة وظلت تبكي وتدعو الله عز وجل باخلاص ان يفرج الله عنها وان يخف عنها ما هي فيه سوما معنى ذلك وجدت هذه الفتاة انسانة كده يعني كبيرة في السن عملة تقرأ قرآن بصوت جميل جنب الكعبة وعملة تردد ايه بتقول ايه وكان فضل الله عليك عظيمة كتير جدا فبكت اقتربت منها هذه الست المسنة واخذتها بالاحضان واحضنتها وقالت لها ولسوف يعطيك ربك فتربك الحقيقة كانت هذه الايات بمثابة الشفاء لنفس هذه الشابة المسكين الحقيقة وظلت تردد هذه الايات وتقرب الله وتبكي وتدعو ثم قالت لا يزيز ست المسنة انت في هذا المكان الدعاء مستقاب اطلبي من الله ما شئتي وابكي الى الله فربنا هو ارحم الراحمين وربنا عز وجل يقول واذا اسألك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوات الداع اذا دعان فظلت حقيقة تدعو كثيرا وتدعو في الصحر في السلسة الاكير من الليل وعند عودتها اتصلت بها صديقاتها وقالت ان انا وزوجي نريد نوصلك عندما تصل المطار الى بيتك وبالفعل جاءت صديقتها مع زوجها وجاء اخو زوجها مع صديقتها والحقيقة عندما وصلت الى بيتها سمعت اتصل تلفوني من صديقتها تقول ان اخو زوجي معجب جدا بك ويريد ان يتزوج بك سبحان الله جاء الانفراج سبحان الله والانفراج جاء سريع وربنا كرموا هاسع جدا وكرموا سريع والحقيقة ارتبطهم يعني وتزوجهم وكانت سعيدة جدا لان كان هذا الحقيقة الشاب صالح جدا حبته حبا شديدا ولكن مر عامين ولم يأتي الحامل فقلقت وتذكرت قول ايه ام خطيبها السابق ذهبت هي وزوجها الى الطبيب عشان تعمل تحليل عشان تعرف لماذا ده اخر الحامل فكانت المفاجأة انها حامل وسبحان الله وبعدين بقى حامل ولما ولدت ولدت توقم ولدت ومنت شوف فضل الله عز وجل الحقيقة الاستفيد من هذه القصة ان ربنا ارحم الراحمين ربنا عز وجل يحب يبقى الملحين في الدعاء هي الاحة في الدعاء ودعت الله عز وجل في الكعبة وربنا استجاب الدعاء وربنا عز وجل يقول واذا سألك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوات الداعي اذا دعان سبحان الله فربنا يستجيب الدعاء وربنا عز وجل هو ارحم الراحمين والدرس السان لا بد ان نفهم جيدا ان الانسان يتلطف في كلام مع الناس يعني انا اعرف في الحقيقة شخص قال لانسان كلمة سبحان الله كلمة واحدة جرح شعوره الرجل حدث له شال اللص فيه وظل يعني فيه حتى ان مات يعني انت ممكن تقتل انسان بكلمة وممكن تسعد انسان بكلمة واعلم شوف الجزاء من جنس العمل الذي تقدمه في الدنيا سيرد لك في الدنيا طبعا وفي الاخرى طبعا عذاب شديد او اذا عملت خير هتأخذ حسابك يعني والحقيقة نعرف طبيب صديق لي كنا مرة بنتمازح كده في موضوع اللي بيضرب حد على افاة فبقول له يعني يا دكتور انت مفيش حد ضربت على افاة قال لي والله حصل ده انا مرة كنت ألم على افاة حتى الدنيا بقت حمرة وخضرة عارف قلت له ليه قال لي انني ضربت نفس الالم لواحد حقا كالمظلوم من يومين أخذت نفس الالم بالظبط فالانسان سيأخذها المواجع التي أسقاها للناس سيأخذها في الدنيا قبل الحساب في الاخرى يقول سبحانه وتعالى تكتابي العزيز وقولوا للناس حسنة والكلمة الطيبة صدقة هذا حديث لنا صلى الله عندما تقول كلمة طيبة تأخذ صدقة إنما المهم يبقى في الدعاء كل واحد يقول كيف أصل إلى بيت الله الحرام والكعب لا طبعا ما هو فيه أماكن بيستجاب فيها الدعاء زي المساجد كان عدد الصحابة رضو الله عليهم لما تحصلوا مشكلة كان يذهب إلى المسجد ويدعو الله عز وجل لماذا لأن الله عز وجل يقول بيوت الله في الأرض للمساجد وإنه حق على الله أن يكرم من زاره فيها وبعني فيه أوقات بيستجاب فيها الدعاء زي السلسل الأكير من الليل والدعاء وأنت ساجد والإنسان لما يدعو الله صلى الله عليه وسلم صق وتأكد الدعاء يستجاب طب إلا مستجاب يبقى ربنا يديك حاجة أحسن ما إن كما قال الله عليه وسلم ما من مسلمين على وجه الأرض يدعو بدعوات إلا أعطاه الله عز وجل واحدة من ثلاث إما أن الله صلى الله عليه وسلم يستجيب الدعاء أو أن الله يدفع عنه من السوء يمثلت هتنزل علي مصائب وكوارث ربنا يحوشها عنه أو يمنعها عنه ليه عشان هو دعا أو يدخر ذلك يوم القيامة وهو ده الأهم الحقيقة فالدعاء والإنسان يتلطف إلى الناس بالكلمة الطيبة